السلام عليكم ورحمة الله أرحب بكم أعزائنا الطلبة ونبدأ بدرس لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال واليوم هو الدرس الأول اليوم عدنا أول درس بتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال وراح نبدأ بالحروف هذه الأحرف باللغة الإنجليزية طبعا أنا كاتب لك بالإنجليزي وبالعربي وكاتب لك الكابتال والصمال ومثل ما تشوف قدامك هنا أو هسا أول شغلة راح نسويها لطلابنا الأبطال الشطار نبدأ أول شغلة بالأحرف تبدأ نقرأ الأحرف ونخليكم تقرأوا هنا وراي نقرأ الأحرف وتقرأ الأحرف أنت وراي وعلمك شلون تحفظ هذه الحروف فخليكم ويايا أول بأول يلا هسا عدنا أول حرف الحرف الأول عدنا حرف الأي يلا ويايا كلكم أي أحسنتم شنو هذا الحرف الأول أحسنتم هذا هو حرف الأي هذا الحرف شلون أحفظه شلون أحفظ هذا الحرف يا طلاب الشطار أكتبه بالإنجليزي وبالعربي أكتبه بالإنجليزي وبالعربي وألفظه يعني أريد أكتب أقول أحفظه 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 أول شغلة أكتب الأي النوب أكتب مالتها وأكتب العربي أيضا أكتب العربي أيضا بالعربي أي ومن أقرأ أنا من أكتب أيضا أقرأ أقول الأي أي أكتب بالإنجليزي وبالعربي بالإنجليزي وبالعربي أنا هناك مسوي لكم إياها كل راسة تشوفون هذا الخط تكتب هنا هذا أول حرف الأي وبالكابتل بعدين تكتبه بالسمال شوف هذا المالتها وتكتبه بالعربي هم أي على موت تذكرة وهي كاتب لكاني أول ثلاثة تمليها هذي كلها ملي تكتبها هاي واجب عليكم تكتبها وتكرر أي بالبداية تكتب الأي كلهن تخلص من الأي النو بتروح على البي هم البي نفسها ومن تقرأ تكرر بس شي تسوي تقراها أكثر من مرة تقراها الصبح وتقراها بالليل على موت تذكارها دائما لأن إذا كتبتها ووقت واحد راح تنساها فأريدك تكتبها أكثر من مرة تكتب ليها مرة الصبح ومرة تكتب ليها بالليل وظل تقرأ خو ما أنت عدكم شغلك وش ما عزكم قاعدين بالبيت هسة وعطلة كل شي ماكم هسة تبدون تعلمون إنجليزي والطالب الشاطر الأول راح أجيب له هدية أدزل هي للبيت هدية باسمه اللي راح يطلع الأول الأوائل الشطار اللي يأخذون درجات كاملة بالامتحانات هذي راح أجيب لهم هدية هسة هذا الحرف الأول كلكم وياي هذا الحرف الأول شو اسمه؟ أي أحسنتم شو اسمه ماذا اسمع؟ صوت أعلى بعد أريد أحسنتم أي هذا الحرف الثاني شو اسمه؟ يلا بي شو اسمه هذا الحرف الثاني؟ بي عافية 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 بالشطار إذن يلا وياي وياي هسة الحرف الأول شو اسمه؟ A و الحرف الثاني B T A B C A B C E B Fاطمة هل سوف تصدر هذه الحروف؟ A,B,C أكملهم، دفتر وقلم كم مرة تكتبهم نوراس؟ كم مرة تكتبهم عشر مرات، وأكتبهم عشرين مرة، ومن تكتب، شو تفق؟ أنا الثلاث، أحسن، 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 كم مرة أكتبهم؟ لا، مرة أكتبهم، يعني تم رخلهم than a Thai يعني السيد و تنسى اagnar AS أقرأ أتض altreية A B A B B A B B B B 20 C 20 20 20 20 20 كم مره تكتبهن؟ كم مره؟ عافية عافية بجعفر منين انت جعفر؟ يلا يا طلاب اشتدار هسا هذن الحروف A و B و C هذن ثلاث حروف تحضيركم الى اول نعم هسا كلكم يشاركون تحضيركم الى اول هذن تكتبونها A B C هذن اول ثلاث حروف تحضيركم هسا كلكم اسمعوا كلامي زين يلا اسمعوا كلامي زين انتبهوا عليا يا شطار تحضيركم الباتشر تكتبون هذن الحروف بالانجليزي وبالعربي وتقرونهم صحيحات هاذا هو تحضيركم ثلاث حروف وما هواي قليلات ترا كلش قليلات مو هواي ثلاث حروف كل يوم ثلاث حروف والكل يقراهن مو هواي ثلاث حروف للحروف طوال حوال هذن A B C حرف الأول A حرف أآل A A C 20 مرة 20 مرة صوت عالي أو صوت خفيف صوت عالي عافية بهديل عافية بهديل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا A B C A B C شين هو الحرف الأول؟ A والثاني B والثالث C C هسان شراح يسوي؟ شراح يسوي رجا سألك سؤال شلون تقراها نظني؟ 20 مرة ثالثة بالانجليزي وبالعربي نعم أستاذ عافية بالشاطر شكرا جزيلا نعم أستاذ علاوي شكرا جزيلا 20 مرة ثالثة منين أنت علاوي؟ منين أنت علاوي؟ منين؟ منين؟ ياهلا ياهلا ألف هلا بك ياهلا علاوي أقرأني الحروف L B C شين هو الحرف الأول؟ L وهذا الأخير آخر واحد؟ C وهذا الثاني؟ C جزيلا علاوي أذن؟ كيف تحفظني الحروف؟ أقرأي المعرفة في 20 مرة عفية 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 بعلاوي عفية بالشاطر أهلا سارة مجدي شكرا جزيلا منين أنت؟ من الأنبال هلا بك هلا بك هلا بك ياهلا سارة قريليا A B شين هو الحرف الأول؟ A A A A A C C كيف تحفظني؟ أكتبهم 20 مرة U B C Ich C c C من هنا؟ عفية بالشاطرة عباس حسن لا أتوقف A B C أسراء أمير أسراء أمير توقف A B أمير 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 عفية يقين فارس نعم أمير من أين يقين من الشم ألف هلبيت أمير اي بي سي يالله دانيال اقرأ ليهن بصوت عالي اي بي سي عفية رحمة الله اي بي سي عفية النوبة قال ليهن مره اخر مصطفى استاد عالي اني اقرأ مرسوني ما يخالف كلكم تقرون بس اقرأ الباتر باتر انشاء الله راح اسويلكم امتحان بهن يلا كلنا نقرأ سويه اللي ما شاركو يلا اللي ما شاركو خلينا نقرأ كلنا سويه اذا هذا هو تحضيرنا لننسى باتر ان شاء الله راح يكون عدكم الواجب تقرونهن وتحفظونهن بالانجليزي وبالعربي تكتبونهن عشرين مرة تكرار اكثر من مرة والضبطوا ليهن وتجون يحاضين كلهن واريدكم شطار اليوم اول حروف تتعلمونهن اليوم هو الاي والبي والسي لهنا ان شاء الله راح نزللكم المحاضرة على قناتنا على اليوتيوب وتشتركون بالقناة على مود توصلكم الفيديوهات دائما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة